بس أنا قال أنا قوي على خالتي وعايزة تطمن عليها لا 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 خالتك دي خلاص انسيها خالص شليها من دماغك أنسها دي ايه مقدرش دي خيرها مغرقني خير ايه اللي مغرقك خير ايه اللي ما شفتك لابسة غويشة ولا حلق في ودنك ولا خاتم ولا حتى جزمة بكعب يا خوي على قل ستراني آه ستراكي بقولك ايه ايه دي بقى كده على نفسك عشان احنا لازم نتفق على اتفاق ونقول عليه أمين اتفاقي انا مفيش بني وبنك اتفاقات وبقى دي ناس علانة منك آه هنبتدي بقى هنبتدي ايه ناكد هنبتدي ناكد يا بنتي دي احنا ما كملناش وما لما تقودي شهر هتعملي ايه لا يا حبيبي انا ولا بنكد ولا بقلب وشي انا بس كل الحكاية يا محروس انا عايزة فهم راسي من رجلي بس كده ايه ادي راسك وادي رجلك ايه شغول انا ما تبطل استثراف بقى وتقول لي دماغك دي فيها ايه فيها ايه مفيش غيرك يا عسل يا محروس بطل كدب انا مش مصدقاك يا بنت انا بحبك يا بطاية قلبي يوه مالك انا جعنة ولما بجوع بقى بقفل خلاص مش شايفة يعني ايه هتاكليني ولا ايه عكلك ده ايه اسكت امسك خرب بيتك ايه الله برتقان جميل يا رب تكوني يعني هديتي شوية اهي حاجة نصد بيها لحد ما شوفها هتاكلني ايه ااكلك ايه لا يا ماما احنا ما اتفقناش على كده وانا كل قرشين هيجوي هااكلك لا يمكن نعم هو انت عايز تجوّعني ولا ايه لا ما قلتش كده بس احنا تخلقنا عشان نعيش عشان ناكل مش ناكل عشان نعيش ونتفس ونحط في بقنا غلط كل كلامك غلط على فكرة هاتلي واحد كده في الدنيا ما بيستكيفش ويستمخمخ من الاكلة الحلوة وبعدين يا اخويا هو الواحد ايه غل اكلة حلوة ونوم عدله صدق انت بتتكلمي صح بسم الله ما شاء الله عليك كده وانت فاهماني بصي بقى ست البنات احنا نتفق انا وانت ان احنا نجري ورا النعمة نعمة ايه مش فاهمة؟ الفلوس النعمة دي الفلوس هو فيه في الدنيا احلى من نعمة الفلوس ايدي على كتفة؟ احبك كده وانت متوعاني بس انا مش فاهمة يعني برغم ان انا مش فاهمة اللي انت بتقوله بس انا طبعا متفقة معك ان الفلوس اهم حاجة في الدنيا اسم الله عليك ومفيش اهم مني ومنك بصي بقى مجلناش قرشين حلوين من ورا خالتك نعيمة نفك دماغنا منها هيجيلنا قرشين حلوين من ورا فوزية نحطها فين العين اه قول كده بقى يا حبيبي عملت لف والدور وتلف والدور عشان عايز ترجع لفوزية يا بهيمة يا بهيمة ما انا لسه قيللك احنا متفقين متفقين اتفاق انا وانت اتفاق انا وانت هنبقى عاملين زي الطعم والصنارة اللي يغمز من ناحيتنا ناكل لحمه قبل عظمه وانا هستفاد ايه؟ ايه اللي تستفيدي ايه؟ يا بيت يا بيت اللي هيغمز من ناحيتك انا ليا النص وانت لك النص واللي يغمز من ناحيتك انا ليا النص وانت النص انت ما تدمنش يا محروس لا لا ما ضمنكش يا بيت انا وانت في مركب واحدة انا وانت روحين في سكيبة انا وحبيبي روحين في سكيبة انا وحبيبي روحين في سكيبة حلوتك يا سمسم وانت فهمني شاهد استنيتك تكلمني آسف انشغلت زي كل مرة يا عزت تاني انشغلت معلش غصبا عني عشان اللي قلته لك شاهد أرجوكي مش عايز أتكلم في الموضوع ده خالص عزت أنا بحبك أنا بحبك ومحتاجالك تبقى جنبي واللي حصل حصل غصب عني كان زي الدوامة خدتني ومحسيتش بحاجة كل مرة بتقولي نفس الكلام لأ المرة دي كانت صعبة قوي عزت لازم يبع عندك قدرة وجوة مش كل مرة تقولي غصبا عني طيب لو قلتلك ان المرة دي بستنجت بيك هقولك أنا تحت أمرك بس بس إيه أقعد واسمعني يا عزت أقعد واسمعني وقولي لو انت كنت مكاني كنت هتتصرف إزاي لو عديت باللينا عديت بيك كنت هدعمل إيه عزت مش هسمع حاجة قعد واسمعني وبعدين أحكم تعالي يقعد هنا لحد ما جيب غيارات للواد واجي ايه مالك هو أنت زعلتي علشان ريتالة ديتني مفتاح البيت لا أبدا الموضوع مش في بالي أصلا أم المالك فيك ايه عارفها يعني ايه نادية تروح تسلم نفسها أيوة عارفة يعني كده سلمت نفسها لحبل المجنة عايز أقول لك حاجة يا زينب نادية بالتخالك وانتي بتحبيها وقالبك واشعك عليها ممكن بتقولي يا ريتها فضلت مستخبية العمر كله ولا إنها تموت لكن ستجيني ما حدش بيهرب من قدره ما حدش يقدر يهرب العمر كله ما حدش يقدر يهرب من زنبه نادية كانت عارفة إنه هيتجبض عليها عشان كده سلمت نفسها لأنها لو ما كانتش عملت كده ريم كانت حتبلغ عنها عمدي أنا عارفة أنت مش بتحبي نادية عشان هي كانت سبب في متعمي بس خلي بالك نادية عملت كده عشان قلبها موجوه على أبوها أيوة يا زينب أنا عمري ما حبيت نادية وقالبي كان عمره ما حيصفالها ولو بعد مليون سنة وكنت ناوي أخد روحها وقلت المروان لو أنت مش هتاخد طهرك بيدك أنا حاخده بيدي بس ده كان في الأول لكن بعد كده أنا فقت وقلت أن اللاحق ربنا يقدر على كل شيء هو اللي بيده يسامح هو اللي يقدر يغفر لنا أنت عارفة يا زينب نادية كانت أول فرحة في البيت الكبير عارفة يا مدي بس للأسف هي مصانتش النعمة دي اوعيت فتكري أن أنت اللي زلمتيها ولا جنيتي عليها لما تجوزتي مروان لا هي اللي ظلمت نفسها صدقيني هي دخلت البيت الكبير وهي فرحانة لكن بعد كده قعدت تنقش في الهم والغم صدقيني يا زينب نادية كانت بتكرهنا كلنا يمكن نكون إحنا السبب معرفناش تخليها تحبنا لكن في الآخر هي السبب اللي حصل لها دي طب يلا يا مدي شوفي حتى أخذي إيه وخلينا نمشي فيك إيه عبد؟ أنت شايلة مني؟ لا أعبتني يا عمدي مش عارفة حاسة كلامي مش عاش بك مش عارفة يا عمدي أنا متضايقة من نفسي كان لازم أروح لنادية وبقوافة جنبها بس عالي بيقولي إن أنا بغرب منها ومش عاوزة عيني تيجي قدام عينها إيه ما هتفكر كده؟ مش قادرة يا عمدي مش قادرة هتمن ساعة معرفت إن هي سلمت نفسها حاسة إن أنا اللي كنت السبب في دمار حياتها ليه يا حبيبتي؟ هو أنت اللي قلت لها تقتل عبد الحكيم؟ أنت اللي قلت لها تروح تترمي في حضن محرم ولا مهدي ده؟ أنت مالك أنت أنا مش عاد فهدى يا عمتي وحاسة إن ضميري بيأنم إيه الكلام الخايب ده؟ إيه الكلام العبيد ده؟ لا يا زينب ما تخربيش على نفسك يا حبيبتي كده؟ إنت هتبعدي عن مروان أم ليه؟ لما تقعد يتفكر إن أنت اللي زلمت نادية إن أنت اللي دمرت حياتها هتبقي مش طايقة نفسك مش طايقة جوزك مش طايقة بيتك ما هو ده اللي حاصل اوعي يا نور عيني ما حدش بيشي لزم بحد زينب أنت القلب الطيب والحنين اللي في بيت عبد الجوات كله ياريت كلنا زيك ربنا يخليك اللي نعمة